يعني حتى الآن صفقة نيمار بتمثل مصمار في دماغ برشلونة حاجة غريبة جدا ايه تحيات فساعة في انتقال صفقة نيمار لبرشلونة مش من برشلونة لباريسان جرمان ده ليه برشلونة يعني هي أساسا مبدئيا صفقة نيمار لما مشي من برشلونة رغم انهم تتنسبوا 222 مليون يورو لكن عملت لهم مشاكل إدارية كبيرة وعملت دربكة في الفريق وليس حتى دلوقتي حتى دلوقتي بقى القصة من بداية لأن يعني بوقت الشرع نيمار وكان ساندرو روسل طبعا هو رئيس نادي برشلونة وقتها قيل ان اتدفعت عملات في الصفقة وكان فيه صندوق هو المفترض الراعي ليه نيمار كان ليه 40% من قبط الصفقة ما اتدفعلوش الفلوس في المقابل الوكالة بتاعت نيمار اللي هي ابوه هو الوكيل اتدفع له مبلغ كبير جدا يفوق حتى المبلغ اللي اتدفع لنادي ساندرو يعني تخيل الوكيل خد مبلغ تقريبا 60 مليون ابو نيمار خد 60 مليون كوكالة والنادي نفسه واخد 25 مليون يورو 25 مليون ده كمشن اه طبق كمشن 60 مليون يورو النادي اواخد 25 مليون بس تخيل يعني كمشن قد لنادي خده مرتين بس اقول لك ابو نيمار ده بص يعني عايش صفحة اللي هو كلاء صفحة نقم الوقت ام بابي هو ابو نيمار حتى هنا با عندنا كده دي الموضة دلوقتي هنا يقول لك اخو حسين الشحات اخو طرق حامد بقى كل اللي عب النارده با عنده الاخوه اه اه ابن عمه والد زيزو يعني با عندنا القصة دي اه اه التصليبات موجود موجودة في العالم اقول لك اخوة خيره ليه طبعا يعني ابو نيمار واخد فلوس اكتر من النادي بتاع نيمار مرتين ونص فطبعا السندوق لاستثمارات البرازيل اللي كان عنده 40% من نسبة حقوق اللاعب واتحاد نقاب ترياضين في البرازيل قال لك احنا اتنصب علينا فمن ساعتها وعلى فكرة المطالبات في القضية دي مطالبات بحبس نيمار وحبس ابو وحبس سندرو روسل اللي هو اساسا اتحبس قبل كده في قضية فساد وبرتوميو رئيس السابر بتتكلم عشرات المالين يعني ممكن لو اتحكم لهم فيها بتتكلم في فلوس كتير قوي بيطالبوا ب 150 مليون يورو تعويض وبريس كمان رايح شهد في الصفقة فبريس هيروح يخلص عليهم يوم 18 طيب انا قبل ما اروح للبندوفسكي اه وتوديعه لزميله انا عايزة ايه حكاية التقديم القسطوري بتاع لويس وارس شوف هو طبعا فكرة ان نجم بقيمة لويس وارس يروح لنادي الام نادي ناسيونال النادي الاورجوياني طبعا وهو واحد من اساطير الاورجوي واللي انا بعتبره شخصية واحد من افضل المهاجمين تسعى في تاريخ الكورة يمكن في العشرين سنة الاخيرة من بعد رونالدو الزاهرة لويس وارس لما بتابع طريقة لعبه كانت عاملة زي مع برشلونة او ايكسا قبلها وكان منساجم جدا مع ميسي بصراحة طبعا طبعا مع ميسي وحتى فترة ليفربول برضو كان قبل ما يروح برشلونة فترة ايكس ده كان بيعمل فيها حاجات ما تصدقها فطبعا لويس وارس خلاص مشواره الاحترافي على الكلاس اي انتهى والراجل دخل في ال34 وال35 فودع بقى كرة القدم الاوروبية وطلبة الجماهير لو نقدر يعني نخرج من التقديم ونجيب الصور يا جماعة اللي معنا لو جاهزة اللي الجماهير ده تعمل احتفال لتقديم سوارس لما راح النادي بتاعه اه هو مضى خلاص ووقع معاهم طبعا كان في ملعب جرام بارتي سنترل اتخيل 15 من 15 ل 20 الف من جماهير نادي ناسيونل الاسبوع اللي فات ارتدوا اقناعة كلهم شايفينها هي في الصورة اقناعة بشكل سوارس وشان يطلبوا الادارة يتعاقدوا معاه ويطلبوا سوارس نفسه يجي يلعب معاهم قبل ما يعلن اعتزاله لا يروح امريكا ولا يروح كان جاله عرض من ميلا ومن اندية تاني طبعا نرجع تاني للفيديو التقديمي لو متاح لان احتشدت الحياة الجماهير وطريقة الاستقبال ده كم واحد دور حوالي 20 الف اللي هما ساعة الاستقبال طريقة الاستقبال طبعا مش طبعية عملوا له دخلة كبيرة جدا بالتشيرت بتاعه استلم الرقم 9 رحلهم هو وزوجته طبعا ويه اولاده في الملعب اللي بدأ فيه مسارته في 2005 واللي بقى واحد من اهم مواجم العالم بعده طبعا ده تاريخ تأسيس النادي كله دول جاينا عشان يحتفلوا بس مجرد التقديم اللي احتفال به وشوف طريقة التصوير عاملة ازاي والتشيرت والدخلة ده طبعا التشيرت بتاعه اللي هيلبسه عاملينه بطريقة الدخلة شكل حتى مدرجات امريكا الجنوبية مو بهك كده يعني فيه فراغات بين المدرجات ومجانين كرة بصراحة ومجانين فالتقديم ومزينا جدا يعني عشاق لكرة القدم بقى رجوي والبرازيل والارجنتين نفس السمات